بسم الله وبركاته الله حالو فاطح حسان تصفح ثمارين ثلاثة 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 صفحة ثلاثة ثلاثة من كتاب المفيد درستي للنظمات ثلاثة اعداد هنا قلنا واحد مجسم مكون من جزء أسطواني وجزء مخروطي دوراني هذا الأسطواني هو البلون الأزرق والجزء المخروطي الدوراني هو البل الأصفر حجمه مجسم كامل هو أسبعة Unde Pose فنصفح تسمى من sne وкрناه مكب تصفح إذن PH' هذه المساحة هي ١٥٥ أعطينا الارتفاع للأسطوانة هو Y والارتفاع الجزء المخروطي هو X قالوا أنه أحسب X و Y هذا ما أقول هذه سؤالة لا نسمعها عن X إذن غير ما نكتبه ليكون X هنا والارتفاع ارتفاع الجزء المخروطي الجزء المخروطي هذا X Y هو ارتفاع الأسطوانة ارتفاع إذن سنفعل السياغة النظمة أولا سنفعل السياغة النظمة هناك أول شيء هناك X ما تفعله 8.6 ما تفعله ما تفعله سنفعله الحجم للأسطوانة وما هي الحجم للجزء ما تفعله الحجم للأسطوانة ما هو هذا القاعدة مساحة القاعدة في الارتفاع حسن مساحة حسن من أسطوانة مساحة القاعدة في الارتفاع ثانيا مساحة الجزء المخروطي ما هو المساحة القاعدة في الارتفاع كل شيئا مقسم يحمل على ثلاثة إذن سوف نقوم بعمل هذه السيارة ما قلنا؟ X زايد Y تساوي 8.6 حسنا الثاني حجم الأسطوانة مساحة القائدة 12.56 سنتيمتر 12.56 56 في X في Y 12.56 الارتفاع هو Y الأسطوانة زايد ما هو الحجم هذا الجزء الملسام هو الحجم الأسطوانة بالأزرق زايد الحجم الجزء المخروطي بالأصفر إذن هذا هو الحجم هذا الحجم ما قلنا؟ هي المساحة القاعدة في الارتفاع مقسم على ثلاثة ما هي المساحة القاعدة؟ هي 12.56 في الارتفاع X مقسم على ثلاثة ما هو الحجم الأسطوانة؟ هذا الحجم الجزء المخروطي إذن الحجم الأسطوانة زايد الحجم المخروطي هو الحجم الملسام كامل ما هو الحجم الملسام كامل؟ 77.77 77.77 872 ما هو الحجم المخروطي ما هو الحجم المخروطي ما هو الحجم من خلال المعادلة من خلال المعادلة من خلال المعادلة واحد هذه ما هو الحجم المخروطي 19 بإمكاننا X زائد Y تساوي 8.6 يعني أن أكتب واحد المجهول بدلالات آخر يعني مثلا Y يساوي 8.6 ناقص X صافة Y يعني 9.6 ناقص X نأخذ المعادلة الثانية نعود في المعادلة نعود في المعادلة الثانية y ب 8.6 نخص x لدينا 12.56 8.6 نقص x نفتح القوس 8.6 نقص x زائد 12.56 على 3x تساوي 77.872 حاول أن نشر هذا 12.56 12.56 8.6 نقص 12.56 x زائد 12.56 على 3x تساوي 77.8 8.872 حاول أن نقص تساوي 12.56 12.56 12.56 ما هو المقام موحد هنا في هذا هو 3 12.56 12.56 على 3x زائد 12.56 على 3x 12.56 حاول أن نقص تساوي 77.872 إذن هذه لحسبناها ستكون 12.56 12.56 12.56 في 3 تساوي 37 38.68 على 3x زائد 12 فصيل 56 على 3x تساوي 77.872 حاول سوف أرد المعلومين سوف أرد المعلومين في الطرف نقص 18.016 إذن هنا سوف أرد المعلومين نقص 37.68 نقص 37.68 زائد 12.56 هذه ستساوي نقص 25.12 على 3x هذه إذا حسبناها ستكون هي نقص 30 فصيل 144 حسنا يعني إذن سيكون x يساوي نقص 30 30.144 في 3x على ناقص 25.12 نضرب كل شيء في المقلوب إذن هذا الساليب سيجعلنا موجب قиков ثلاثة 30.144 3x ثلاثة هي تسعين هي تسعين فاصيلة 432 على 25.12 تساوي مقسومة على 25.12 ثلاثة هي ثلاثة فاصيلة 6 إذن نحن القناع X يساوي ثلاثة فاصيلة 6 ما زال؟ خصنا Y ما لدينا Y يساوي ثمانية فاصيلة 6 ناقص X ثلاثة فاصيلة X حلوة ثلاثة فاصيلة ناقص ثلاثة فاصيلة يعني إذن Y هي خمسة ومنه حل النظمة حل النظمة هو هو الزوج حل النظمة هو الزوج ثلاثة فاصيلة X ثلاثة فاصيلة 6 Y هو خمسة إذن ارتفاع ما هو X؟ هو ارتفاع الجزء المخروطي إذن وبالتالي هنا التعويد لهذا النتائج ارتفاع الجزء الجزء المخروطي هو ثلاثة ثلاثة فاصيلة سنتيمتر ثلاثة فاصيلة سنتيمتر ارتفاع ثلاثة الأسطوانة هو خمسة سنتيمتر لكي نتحقق من هذا الشيء وهذا الشيء سأرى سأرى الحجم هذا المجزم ثلاثة فاصيلة خمسة في ارتفاع في Y وهو ارتفاع الأسطوانة خمسة زائد ثلاثة فاصيلة خمسة ثلاثة فاصيلة خمسة ثلاثة فاصيلة خمسة تساوي ثلاثة 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 ولكن هنا نقسم على هذا الجزء نقسم هذه على ثلاثة لذلك ستكون مقسومة على ثلاثة خمسة وارو عين خاصة إلى مئتين وستار لذلك نعرف الحجم الجزء المخروطي هو المساحة القاعدة في الارتفاع مقسومة على ثلاثة لذلك هذه مقسومة على ثلاثة تساوي هي 62.8 نقسم هذه على ثلاثة خمسة وارو عين فاصلة مقسومة على ثلاثة تساوي هي خمسة حاوة ثلاثة ثلاثة حسنا خمسة 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 ثلاثة نهاية حل